اهلا بكم اقر البرلمان في جلسة استثنائية اجراء عملية فرز يدوي لأوراق التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثاني عشر من شهر ايار الماضي وجاء هذا الاعلان بعد يوم واحد من اعتراف العبادي ان خروقات جسيمة وقعت في العملية الانتخابية وقد صوت البرلمان على الزام مفوضية الانتخابات باعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في العراق وانتداب تسعة قضاة لادارة مجلس المفوضية يتولون صلاحيات مجلس المفوضين بدلا من مجلس المفوضين الحالي على ان يوقف اعضاء مجلس المفوضين الحاليون ومدراء مكاتب المحافظات عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في جرائم تزوير الانتخابات تزوير الانتخابات ومأزق العملية السياسية والعد والفرز اليدوي هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية ما الذي سيغيره العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية في ضوء ما عصف بها من تزوير جسيم ومقاطعة شعبية كبيرة وما هي الضمانة في عدم تكرار عملية تزوير الانتخابات في ضوء استمرار العمل بنفس الأسس والآليات المعتمدة منذ العام 2003 وماذا لو أفضت آلية العد والفرز اليدوي إلى أي تغيير في المعادلة الانتخابية الحالية ثم ماذا عن المقاطعة الشعبية الكبيرة لهذه الانتخابات أم أنها ليست من ضمن حسابات شركاء العملية السياسية ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني مازن التميمي أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في ذهاب الحكومة إلى آلية العد والفرز اليدوي لأصوات الانتخابات بدلا من الفرز الألكتروني بسبب التزوير الكبير الذي شابه هذه العملية ومأزق العملية السياسية طبعا في العراق ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي والدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام فيهات علماء المسلمين وسيكون معنا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي أيضا الأستاذ مازن التميمي مرحبا بالضيوف الكرام جميعا نبدأ في الاستوديو مع دكتور رافع الفلاحي دكتور شركاء العملية السياسية اتفقوا في البرلمان على الذهاب إلى آلية العد والفرز اليدوي بسبب التزوير الجسيم وصف العبادي تزوير جسيم في الانتخابات التي اجرت هذا الإجراء هل سينهي جدلية أو تهم التزوير في الانتخابات البرلمانية ويبرئها ويبيس صفحتها ويقنع الرأي العام أنها انتخابات شفافة ونزية بسم الله الرحمن الرحيم أولا أستاذ ماجد هذه الأجهزة الكترونية التي تعدثوا عنها طويلا وطبلوا لها وقالوا أنها يعني أجهزة ستأتي بما لم تأتيه ما قبلها من أجهزة من دقة ورصانة كلفت الشعب العراقي كلفت القزينة العراقية 400 مليون دولار وبالتالي الآن يرموها في سلات المهملات ويقولوا نعود إلى العد اليدوي حساب عرب نعم نعم وفي هذا الحساب العرب والعد اليدوي ما الذي سيتغير نعم هل ستستوي الأمور واستعود الأمور إلى نصابها واستحقق العدالة والحق والنزاهة هذه كذبة كبيرة ما الذي يمنى هذا الإطاء المانع لكل هذا الإطار الفاسد الإطار الخرب الذي تجري فيه كل هذه العملية العملية بالأساس إن كانت الإلكترونية أو عد يدوي أو عد ما أعرف بأي طريقة ستؤدي إلى نفس النتيجة نفس النتيجة من البداية هو الفساد هو الحاكم الفعلي لكل هذه العملية محاصصات وأصوات ذاهبة وكراسي مشترات والقضية مباعة ومحددة من البداية فإذا ذهبت إلى عد الكترونية عد باليدوي القضية واحدة الأمور لن تستوي القضية تحتاج إلى إرادة سياسية وطنية حقيقية غائبة ذهاب قوى العملية السياسية إلى هذه الآلية ما المراد به إقناع الشركاء إقناع الرأي العام في العراق إقناع الرأي العام خارج العراق لماذا الذهاب إلى هذه الآلية هم يريدون فعلاً على سؤال منطقي هم يريدون أن يقنعوا أولاً الشعب العراقي هذا الشعب الذي قاطعهم وفضح تزويرهم وهم فضحوا تزويرهم أيضاً هم لم يستطيعوا إقناع بالذهاب للانتخابات يعني يعني على الأقل يريدون أن يقنعوا الناس يريدون أن يقنعوا من يعتقدون أنهم يدعمونهم أن ما جرى هو عملية رصينة عملية دقيقة عملية ليس فيها تزوير أن هناك إرادة للتغيير تجاهات أخرى من يتحدث على الأقل يعطون للقوى الإقليمية والدولة التي تدعمهم يعطوها مبرر لدعمهم لاستمرار دعمهم للحديث عن أن هذه العملية التي جرت في العراق هي عملية جميلة ودقيقة وديمقراطية الآن كل هذه القوى لا تستطيع يعني الآن إذا ما طلبنا أي طرف دولي أو إقليمي أن يتحدث عن العملية التي جرت في العراق ويقول عنها أنها كانت عملية ديمقراطية عملية ليس فيها تزوير عملية طبيعية جرت بعدالة بأسس وفق ضوابط لا يستطيع هم يريدون أن يبرروا هذا الموضوع ثانيا هم يريدون أن يجروا تسويات فيما بينهم يبدو أن النتائج التي ظهرت لا يبدو هذه حقيقة سنتحدث دكتور دا سمحت لي عن قضية العد والفرز اليدوي ماذا لو أفضل إلى تغيير المعادلة الانتخابية الحالية هل سيقبلون بهذا الخيار آلية العد والفرز اليدوي أم ستكون هناك أيضا اعتراضات وربما الذهاب إلى آلية جديدة للعد والفرز دكتور عبد الحميد العاني الطبقة السياسية ذهبت إلى آلية العد والفرز اليدوي هروبا من تهمة التزوير لتلافي هذه الفضيحة طبعا هذه كانت فضيحة بإجماع كل الشركاء والمراقبين لكن ليس هناك من أي اهتمام للنسبة الكبيرة من الذين قاطعوا الانتخابات ربما مقاطعة الانتخابات الضربة الأقوى من حتى قضية التزوير 82% من من يحق لهم التزوير قاطعوا ليس هناك أدنى اهتمام ولا عملية توقف عند هذه النسبة الكبيرة هل أمر هذا ليس في حسابات الشركاء العملية السياسية أمر هين إلى هذه الدرجة؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم يعني فضلا عن أنه ما أشار له الدكتور قبل قليل في الأهداف من وراء هذه وما ستنتج عنه هذا العد اليدوي وسنناقشه ربما لاعقا لكن ربما أحد أهداف هذه الأمور هو حرف الأفهام أو ذهن الناس الرأي العام العراقي عن هذه المصيبة الكبيرة لأن أساس الذي أفرزته هذه العملية هذه المرة هي قضية المقاطعة الكبيرة التي أشرنا إليها سابقا عن دلالات هذه المقاطعة وهي موقف شعبي إزاء العملية السياسية برمتها التزوير في الانتخابات ليس شيئا جديدا كل المراحل السابقة من الانتخابات كانت فيها تزوير والمحاصصة والتقاسم المقاعد كله تم في المراحل أو المرات السابقة من هذه الانتخابات القانون ذات القانون المفوضية التي يعترض عليها اليوم هي ذات المفوضية السابقة والتي أجرت بحت إشرافها العمليات الماضية إذن لماذا هذا الفرز هو نوعا أيضا من التشويش على هذه القضية الجوهرية لأن الكارثة الكبرى هي هذه المقاطعة من أبناء الشعب العراقي فبهذه الحيال وبهذه كارثة بالنسبة لمن؟ كارثة لما يسمى بالديموقاطية والعملية العملية السياسية لأن قلنا في الحلقات السابقة أن المقاطعة هي ليست تكاسلا ولا تخاذلا وإنما موقفا مسؤولا كان عن إرادة 82-80% إرادة وليس هذا أؤكد عليه لم يكن الموقف ضد الأشخاص بأعينهم لأنه البعض أيضا يقول ربما أن هؤلاء الفاسدين كان الموقف نعم الشعب العراقي كان له موقف من هؤلاء لكن الموقف الحقيقي من الإطار الذي جاء به هؤلاء وهي العملية السياسية لأنه الشعب قال يعني أنت حينما تستطلع آراء الشعب العراقي المقاطعين لماذا قاطعتم فيقول لك ليس فقط أن هؤلاء فاسدين وإنما يقول أنه هذه العملية هي لن تأتي بأفضل من هؤلاء حتى لو يعني قال الشعب العراقي ذلك قال حتى لو جاء أناس جدد فلن يستطيعوا أن يغيروا شيئا إذن هو الاعتراض على العملية على قانون العملية برمتها إذن لماذا أو هل هذا فعلا من قبل السياسيين إهمال وعدم اهتمام بهذا الأمر بالضبط ليس موضوع أهمية ليس عند هؤلاء أهمية بالنسبة لهم الشارع العراقي ثمانين بالمئة تسعين بالمئة مئة بالمئة ما دامت كراسيهم هنا هي محفوظة فهذا هو المهم عندهم وذكرنا ونذكر دائما أن هذه المقاعد وهذه الكراسي لا يصل إليها هؤلاء بما يسمى بصندوق الانتخابات وإنما يصلون إليها بتقاسمها فيما بينهم بالمحاصصات وبإرادة الإرادة الخارجية وعلى رأسها أمريكا وإيران التي يتقاسم أو يتم التنسيق بينهما في المحاصصات وفي توزيع هذه المقاعد بين هؤلاء الكتل لكن يبقى هناك حيز وهو ربما نناقشه لاحقا في قضية الأشخاص والأفراد أما الكتل فأمرهم محسوم دوليا كما يقال وخارجيا نعم أستاذ مازن التميمي في لندن الحكومة شركاء العملية السياسية ذهبوا أخيرا تحت ضغط التزوير ما جرى من تزوير وكانت الحقيقة فضيحة كبيرة حتى أن العبادي أقر واعترف أنه تزويرا جسيما حدث في الانتخابات فضلا عن المقاطعة ذهبوا إلى قضية العد والفرز اليدوي لأصوات أو أوراق الناخبين في الانتخابات بهذه الآلية ما الذي يضمن أن لا تكرر عملية تزوير أخرى في ضوء منهج دولة الدولة العراقية من 2003 إلى اليوم أصبح السمة المميزة لها التزوير والفساد وعدم الشفافية ما الذي يضمن على الأقل حتى يقنع الرأي العام في العراق أن هذه الانتخابات بالعد اليدوي كانت نزيهة بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك ولي ضيوفك الكرام وإلى المشاهدين بدءا عملية التزوير ليس جديدة على العراقيين وخصوصا عملية الإعلان عن التزوير سبقت حتى إعلان نتائج الانتخابات عندما الحكومة والفوضية والمراجع الموجودة ضمن الدولة العراقية أعلنت المشاركة 44% وبالوقت الذي لم يتجاوز النسبة أكثر من 16% شاركت من انتخابات فهي مجرد أنه زوروا الرقم وصعدوا الرقم من نسبة 16 إلى 44% هي عملية تزوير رسمية وإعلان رسمي من طبع الحكومة للإحتلال هذا أول ثانيا لماذا هذه أول انتخابات يحصل فيها تزوير من 2003 ولغاية الآن وبإطراف العملية السياسية في كل مرحلة انتخابية هناك تزوير والذي جرى في هذه الانتخابات لم يسبق له مثيل في الانتخابات التي سبقت لا من حيث المقاطعة ولا من حيث حجم التزوير الذي شابها والله ربما قد يكون في هذه المقاطعة أكثر صحيحة حتى فقمعات لكنه هذا لا يعطي أنه المراحل التي سبقتها خالية من التزوير وأيضا كانت نسبة تزوير كبيرة وبالتالي فهذه ليس جديدة على العراقيين يعني لم نفاجأ العراقيين أنه أصبح تزوير الانتخابات وبالتالي ما حصل الآن هو الحكومة أعلنت وليس هي المفوضية بحد ذات المفوضية التي تسمى بالمفوضية المستقلة والتي هي ليس مستقلة الآن اكتشفوا المفوضية أنه بدأت تتلاعب بنتائج الانتخابات أليس المفوضية هي من رحم المحاصصة تمثل الكيانات التي كل منها يمثل كأتيار أو حجم معين الطيب وإذا كانت الآن المفوضية وعفيت من عملية الفرز اليدوي لاحقاً ومجلس القضاء أو القضاء في العراق نجيه يعني يعني هناك من يشهد للقضاء العراق نجيه حتى الآن ستمت إلى قضاء سيكونون هم ذول الفيصل في عملية التزوير ما هي العملية برمتها فاسد النظام بكل منظومته هو فاسد وهذه حقيقة يشهد التزوير فقط من الانتخابات أليس هناك آلاف تهادات مزورة أليس هناك كثير من الممارسات التي يدمي لها الجبين فيما يتعلق بالفساد وفيما يتعلق بالنهة بالمنظم فأعتقد عملية الآن هي صراع سياسة ما بين الخاسر والسائد ويراد عملية إعادة الفرز وهروب الأمام يراد إعادة الفرز ربما يختفي مقعد من هذه الكتلة ويعطى مقعد إلى الكتلة التي خسرت وإعادة بعض الوجوه الذي ما كان متوقع أن لا تفوج وهكذا ستسم العملية وعندها سيقولون للرأي العام العالم أنه عندما اكتشفنا عملية التزوير بادرنا إلى معالجتها وبالدليل أنه سوين عملية ترد ويلغينا بعض المحطات الانتخابية وبالتالي فإذن هاي النتائج نتائج صحيحة ومارسنا الحق الديمقراط هذا ضدك على الزفون يضحكون على أنفسهم مما الشعب العراقي والعالم يعرف الحقيقة عندما يكون شعب أكثر من 82% يضع العملية الانتخابية في هاي القسالة الحقيقية للمجتمع الدولي أنه هؤلاء لا يمثلون شرعية وهذا لا يمثل شعب العراقي وعلى العالم أن يفهم أنه سابقا كان العالم والمجتمع الدولي هؤلاء جاءوا عن طريق الانتخابات وبالقطار الديمقراطية ولا يجود التحدث عنهم طيب الآن الشعب قال كلمته وباعتراف العالم يعني قبل السبوع حتى الأمم متحدثنا واتناولت الموضوع أنه كعملية التزوير والانتخابات الآن هم من في العملية السياسية من يتحدثون عن عملية التزوير والنسبة البعض منهم خرجة قال نسبة ما تتجاوز من 16-13 بالمئة فإذن هي عملية التزوير هذا من؟ نهد نقطة المقاطعة مهمة جدا اسمح ليستاذ مازن أيضا نسأل بها دكتور رافع دكتور قوى العملية السياسية مهمومة جدا ومهتمة بقضية عادة الفرز لأصوات الناخبين يدويا ولم تتكلم ولم تتحدث عن قضية المقاطعة الشعبية 82% السبب هل عدم قدرة على معالجة أسباب المقاطعة هل أنها غير مهتمة بهذه القضية ولا تم شركاء العملية السياسية وقضية ثانوية قضية أصلا ليس في وارد الحسبان أم عدم القدرة على المعالجة أولا أستاذ ماجد هم تفاجعوا هذه يجب أن نعترف بها حجم المقاطعة هذا الذي حصل فاجأهم رغم أن هناك دعوات إليه وكان يعني لم يأتي اعتباطا لم يأتي بدون عمل هناك دعوات هناك تجمعات هناك توقيتات كنا نراها في كل في كل الاتجاهات دكتور إذا صح هذا التحليل أنهم تفاجأوا هذا يعني أن الطبقة السياسية منفصلة بالكامل عن الواقع العراقي يا كذا هذا واقعها الحقيقي هم يسكنون في برج عاجي بعيدا عن الشعب لذلك الشعب كل الشعب العراقي في المنطقة الحمراء وهم الوحي وهم هذه الكتلة السياسية في المنطقة الخضراء تعيش حياة أخرى بعيدة عن الشعب لذلك هذه الحقيقة هم منفصلين تماما عن الشعب ولا يعرفون فبالتالي تفاجأوا كانوا يعتقدون أن قدرة ميليشياتهم قدرة هذا الشحن الطائفي مرجعية فتاوى أحدهم قاد نجرهم من بيوتهم نعم كل هذا سيأتي بالتالي بكل هذه الأصوات في سلتهم الشعب عارض عانى يعاني وهذه قضية سيتحملها وبالتالي سيذهب للانتخابات وستغره الشعارات سيظلل بالشعارات ودعوات التغيير وعطونا وقت وهذه التي قالوها وبرامجهم هذه التعبانة التي عرضوها خلال فترة الترويج للانتخابات كانوا يعتقدون أنها ستقنع الشعب وأن هناك قوى معينة بفتاوى بقوة بقوة السلاح بالسحب مثل ما قال أحدهم ستأتي بالشعب إلى صناديق الاقتراع لم يحصل هذا لكي يقولوا نحن نمثل هذا الشعب عندما وجدوا هذه المفاجأة الكبيرة الآن أسقط في أيديهم القضية ما عادت يعني لا يستطيعون أن يفعلوا فيها شيئا فذهبوا إلى قضية رؤية النتائج كيف يمكن مواجهة هذه النتائج على القدرة على معالجة أسباب المقاطعة هذه قضية انتهت يعني يعرفون من البداية ويدركون أن الشعب الآن يعني مدرك تماما أنهم غير قادرين أن يقدموا للشعب لأن طلبات الشعب تتجاوز رؤيتهم تتجاوز ما هو مطلوب منهم ما هو مرسوم لهم ما هو الدور الذي يلعبونه في العراق في تخريب العراق وتدميره وسرقته وإشاعة الفساد وإشاعة القراب فيه وإشاعة الطائف فيه فيه وبالتالي هذه الأسباب غير قادرين أن يعالجوها ذهبوا إلى قضية العدوى الفرز اليدوي وهذه قضية يعني هم يتجاهلوها أم جهلة أم جهلة ويتجاهلون هذه الحقيقة أن الشعب الذي قاطعهم 80 أو 82 بالمئة يعرف أن هذه العملية الكترونية أو يدوية ستؤدي إلى نفس النتيجة ضيفك الآن تحدثه وقال فعلاً هو حقيقة من لندن قال أنه مقعد للجهة الفلانية ومقعد للجهة الفلانية يعتقدون أن هناك إمكانية لخلق حالة من التوازن حالة من الأرضاء حالة من المساومات بين كل الأطراف وإقناع كل الأطراف للقبول بهذا الموجود والقبول بهذه النسب وبالتالي الذهاب إلى تشكيل حكومة بالشكل الذي يريحهم جميعاً ويوزع المكاسب عليهم جميعاً مثل ما كانوا فيها والشعب ستتولاه قوى الميليشياوية والقوى العسكرية والقوى الأمنية لإسكاته هم يعتقدونها كما سنارى أيضاً في النقاش بعد التوقف عند هذا الفاصل مدى قدرة شركاء العملية السياسية على إقناع الرأي العام أن الانتخابات ربما الآن أكثر نزاه وشفافية بعد اعتماد آلية الفرز اليدوي إذن نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع الضيوفنا هنا في طاولة الحوار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلاً بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في ذهاب الحكومة إلى آلية العد والفرز اليدوي ومأزق شركاء العملية السياسية ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني ومعنا من لندن أستاذ مازن التميمي دكتور عبد الحميد العاني ذهاب الطبق السياسي إلى قضية العد والفرز اليدوي هل يعتقدون أن هذا طريق أو أسلوب كافي لإضفاء النزاهة على الانتخابات وصدقها وبالتالي إقناع الرأي العام في العراق وحتى خارج العراق بجدواها بيعطائها فرصة أخرى لتقدم شيء للمجتمع في العراق خاصة أنا أريد أن أبدأ أيضا ببعض الأسئلة أولا نقول هل من صلاحية حسب دستورهم وقوانينهم هل من صلاحية المجلس الحالي هو معالجة هذه القضية أم هذا من صلاحية القضاء البرلمان الحالي نعم هل من صلاحيته أم من صلاحية القضاء الأمر الآخر هذه المفاوضية الآن التي ثبت كما يقولون عدم نزاهتها وقيامها بهذا التزوير بل منعوا موظفيها ولا من السفر وهناك عليهم أيضا هذا اعتراف هذا اعتراف بأنه نتاج هذه المفاوضية هو كله مزور بما فيه المجلس النواب الحالي الذي هو نتاج ذات هذه المفاوضية التي قامت على المحاصصة لنسأل الآن السؤال الآتي وهو كيف تم التزوير التزوير في نطاق 16 إلى 20% من الذين انتخب من الذين مارسوا الانتخاب الثمانين بالمئة الذين قاطعوا محسوم أمرهم كيف تم التزوير التزوير تم بثلاثة أمور رئيسية بقضية التزوير الإلكتروني ثانيا بقضية تزوير البطاقات الناخبين ووضع أوراق فارغة والتأشير عليها ثالثا بشراء الأصوات التزوير إذا بثلاثة أركان هذه العملية أو القرار الآن بعادة الفرز اليدوي هو سيعالج جزئيا من ثلاثة جزئيات نعم إذن ستبقى قضية التزوير في جزئيتين أخرى بحسب اعترافهم بكلامي سيبقى التزوير قائما وبالتالي هذه النتيجة مهما عملوا فستبقى هي نتيجة مخزية من ناحية المقاطع ومن ناحية التزوير الذي ثبت فإثباتهم أو قرارهم هذا إثبات للأصل وهو التزوير ولا يعالجه إذا أرادوا المعالجة الحقيقية يجب أن تعالج الأسباب فالأسباب هذه تمت بشراء الأصوات تمت بمنع كثير يعني الأصوات النازحين في المخيمات الذين مارسوا نيابة عنهم المفوضية أو المشاركين بتلك المراكز كيف ستعالج هذه الأمور فإذن هي قضية لا تتعدى إلى أنها فقط هي تشويق وفقط خداع رأي عام لإثبات أنها تمت معالجة هذه القضية وثانيا أيضا لمحاولة إعادة التوزيع للمقاعد فيما بينهم على ذكر الخداع وحقيقة المشهد في العراق من يرسم الانتخابات نسأل ضيفنا في لندن مازن التميمي أستاذ مازن هل المشهد في العراق عموما فعلا ترسمه وتحدد مسارات وطرة الانتخابات البرلمانية وأهميتها وضرورة أن تكون نزيهة وشفافة وفيها مشاركة شعبية أم أن المشهد في العراق الجديد تحكمه وتؤطره وتحدد مسارات القوى الإقليمية والقوى الدولية التي ساهمت بصنع هذا الوضع وضع العراق الجديد بعد عام 2003 أقصد لا اللي الآن موجود في العراق ما يسمى بين قوسين بالعملية السياسية هؤلاء أدوات هؤلاء لم يكنون ليس لديهم لا إرادة وطنية ولا انتماء وطني للبلد هؤلاء جاء بهم المحتل فهم أدوات بيد المحتل وينفذون ما ينضجوا ألم ينضجوا ويشبوا عن الطوق بعد عقد ونص من السنين يخرجوا من هذه التبعية والوصاية؟ راقد الشيء لا يعطيه الذي ارتضى لنفسه أن يكون عميلاً وكان لديه استعداداً يفرش الوطن على الغصيف ليبيعه للأجنبي لا يمكن أن يتغير أو لا يمكن أن يتخلى عن هذا الزور لأنه أساساً ليس لديه اتمال الوطن وجليل أنه جاء لأجل أن ينتقم من الوطن يعني هو ما كان ما يروز على أنها معارضة بالقارض في الحقيقة مو معارضة ثبتت بما لا يخفى الشكهات وملاء سراق وأشاءه لغرض الاستخدام من العراق ومن الدولة العراق وبالتالي معا من يتحكم بالمشهد السياسي هو أمريكا وإيران والآن إيران لا بالأساس في العراق إيران هي من تختار رئيس المزراء وهي من تختار رئيس المليئة وهي من المول وهي من يدعو من قاتم السليماني وهو من يوزع الأدوار فبالتالي هذه حقيقة يعني ليس الآن هذه النخابات وأنها ستفرض حالة جديدة وقارضة طريق جديدة هؤلاء كنتهم جزء من المشروع الأجنبي اللي جاء في تختار لغرض تدمير العراق هؤلاء معظمهم أمولاء إيران والبعض الآخر في أمريكا والدولة وبالتالي لا يمكن أن يتغير التشهد السياسي ولا يمكن أن يستقيم الأصلاح تحت نظام سياسي فاسد بالمطبق حيث يعني هم يرادل من هذه الانتخابات تكون عملية ترقيعية ويعتقدون أنه هاي الشعارات تطرح للاستهلاك المحلي وذغدغت عواطف السارة هذا يدعي أنه سيسلم السلاح للدولة وهذا يقول أننا أحسين نمارس الديمقراطية وستنحافر على سيادة الدولة هذه كلها شعارات استهلاك المحلي وفي حقيقتهم كلهم عملاء ومستفطين بالأجنبي وأتحدى أي منهم يستطيع أن يمنع تدخل إيران أو تدخل الدول في الشأن العراقي الآن العراق أصبح ملعب بالدول وخصوصا إلى إيران فبالتالي من يعتقد أنه هناك ويوم أمس فقط يوم أمس كانت صور خامنئي والخميني والإعلام الإيرانية في ساحات بغداد أشكرك يبقى معي إن شاء الله أرجع لك دكتور رافع الفلاحي الطبق السياسي الموجود تعتقد أنه بالذهاب إلى العد والفرز اليدوي هو هذا المخرج الحقيقي والعملي للخروج من فضائحية التزوير والمقاطعة هذا مأزق كبير العبالي سمى جسيم شركاء العملية السياسية تزوير جسيم شركاء العملية السياسية اعتبروها أقوى صفعة وجهت لمشروع الاحتلال هل هذا هو المسار المنقذ والرافع قضية العد اليدوي أبداً هذا الحقيقة هذه محاولة فقط لعادة إنتاج نفس العملية نفس الحكومة أمامهم مسائل أخرى للإثبات لإثبات لإقناع الرأي العام هل هناك أما القضية فقط أبداً أبداً الآن هم يعني لا يملكون إلا هذه العملية إلا هذه الطريقة محاولة تضليل الناس لم فكروا في هذه القضية أكيد ماذا يفعلون هل قضية عادة الانتخابات بشكل كامل ستفضي إلى شكل آخر سيدفعون الناس الذين لم يذهبوا للتصويت إلى التصويت وجدوا أنها ربما ستزداد النسبة ستزداد نسبة المقاطعين بدل 80 بالمئة ربما سيصل العدد إلى 90 بالمئة ماذا يفعلون؟ فهذه مغامرة مغامرة ومغامرة مغامرة أيضاً وبالتالي هذه أحزاب وقوى ميليشياوية حصلت على مقاعد تريد أن تحافظ على مقاعدها ربما يختل التوازن فيها ربما يحصل احتكاك وصراعات داخلية بينهم مؤجلة هم يريدون تأجيل هذه الصراعات إلى مرحلة يعني فيما بعد لا يستعجلونها لا يريدون أن تحدث الآن فهذه القضية لم يبقى أمامهم إلا هذه العملية يبدو استشاروا البعض الأمريكان الإيرانيين قالوا لهم عيدوا هذه القضية بالعد اليدوي وتحدث في بعض الدوائر في بعض الأماكن في بعض الأصوات نسب معينة من أصوات في دول معينة لكن أن تعيد كل هذه بهذه العملية من التزوير مع حجم المشاركة الضئيل جدا وحجم التزوير الهائل إعادتها يدويا هذه طريقة يعتقدون أنهم يجملون نفسهم به يعتقدون أنهم قادرين أن يقدموا شيئا جديدا للشعب يثبت أنهم على درجة من النزاها وعلى درجة من المسؤول ترمع هذه التهم لمفوضية الانتخابات الموجودة بالعراق بأنها المسؤولة عن قضية التزوير الذي جرى في العراق هذه المفوضية تعمل في العراق منذ عام 2005 إلى اليوم بنفس الأسس والآليات والأطر بغض النظر عن الأسماء والأشخاص ماذا عن الانتخابات التي جرت هل يصح القول أن الانتخابات التي جرت حدث فيها تزوير ربما لم يكشف كما كشف في الانتخابات الحقيقة يعني الفعل الأساسي فعل المقاطعة فعل المقاطعة كشف النسبة القليلة الضئيلة التي شاركت الانتخابات لم يستطيعوا أن يخفوا عجم التزوير في هذه النسبة القليلة ذلك وصفها بأنها صفعة كبيرة في محله نعم هذا هو صلط الضوء على هذه لجنة الانتخابات هذه المفوضية وأدوارها ولا هي هذه المفوضية ألم تلعب أدوارا في الانتخابات السابقة في العام 2014 2010 بال2005 نفس القضية نفس الأدوار لعبته نفس التزوير نفس الخراب لكن الآن الضوء صلط عليها بسبب حجم المشاركة الضيقة الأحزاب الكثيرة 370 أكثر من 370 ائتلاف على حزب على كلها مشاركة وكلها تريد نسبة من هذه الكراسي وبالتالي صراعات شديدة فيما بينهم بالتزوير ليس صراعات صراعات يعني بالعدالة والحاق والمساوات لا صراعات بالتزوير وصراعات بالمكاسب والقدرة على النهب والسلب الكل مارسوا هذه الأدوار وهذه الوظيفة فبالتالي وكانت المفوضية المؤلفة منهم هي التي تقود كل هذه عملية التزوير ومن فضح هذه هذه التزوير هو نفس الأطراف التي شاركت في العملية السياسية الخاسرة يعني ليست الأطراف التي قاطعت الأطراف التي قاطعت كان لديها موقف وموقف ثابت ومحترم وكان موقفها واضح ابتعدت الآخرين الذين شاركوا هم من فضحوا هذه المفوضية لأنها جزء منهم ويمؤلف منهم وبالتالي الاتهامات وهذه تحدث الغسيل الوسخ هذا عندما تحدث المواجهات فيما بينهم يعني القضية ليست متعلقة بالحرص على نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها وشفافيتها أبدا أبدا هذه لها علاقة بصراعاتهم الداخلية من كشفت عندما يتصارعون تنكشف هذه كل ما مخفي ما يلعبونه تحت الطاولة ينكشف عندما يتصارعون وتصارعوا فيما بينهم نعم دكتور عبد الحميد يعني مع كل هذا التزوير الجسيم في العملية الانتخابية مع هذه المقاطعة الشعبية الكبيرة 82% يكرر الشركاء العملية السياسية حديثهم عن حكومة وطنية ستنبثق من مظلة أو رحم هذه الانتخابات حكومة وطنية حكومة نابذة وعابرة للطائفية إذا الطبق السياسي أو هذا المشروع لم ينجح في إنتاج حكومة وطنية في انتخابات أقل تزويرا وأكثر مشاركة فكيف سينتج حكومة بحكومة وطنية عابرة للطائفية بهذه النسبة الكبيرة من المقاطعة وهذا التزوير الكبير أيضا لذلك أنا أعتقد أن كل هذه الإجراءات التي يقومون بها هي تصب في صالح النسبة الكبيرة من المقاطعين هي ستزيد من وعي الشارع العراقي بصحة موقفه من المقاطعة كيف وأنه هذه النتيجة حينما قاطعوا قاطعوا هذه العملية التي ثبت بالسني أصحابها أنها تمت بالتزوير وأنه يتم التقاط توزيع وزير الدفاع الأمريكي ماتس يتحدث أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتعامل مع الحكومة القادمة في العراق بغض النظر عما شابها وكيف شكلت ومن شارك والآخرين وهذا أكيد لأنه هذه عملية الانتخابات والصندوق هو مجرد ديكور لإضفاء ما يسمى بالشرعية على هؤلاء الأساس أنه تعيين العملية السياسية الموجودة الآن هم ذات الأسس والأركان التي تم تعيينها من أيام بريمار في مجلس الحكم والتغيير المراهنة على الدحل الخارجي الإقليمي والدولي أمريكا وإيران ولذلك أمريكا هي تعتمد على هذه العملية السياسية التي فرضتها بغض النظر عن نسبة المشاركة وعن كيفية المشاركة هل ستفرز حكومة وطنية هل جاءت إلى هذه العملية ورغم هذا التزوير ورغم هذه الموضوع هل جاءت كتل جديدة هي ذات الكتل السابقة هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه المقاعد اليوم كيف وصلوا إليها ألم يصلوا بإنفاق الملايين من الدولارات من أموال الشعب العراقي فبالتالي حينما يأتي ويصلوا إلى هذا المكان يريد أن يجني مقابل ما أنفقه كيف وصل هؤلاء كأفراد وككتل ألم يصلوا إليها إلا وفق الإرادات والتوافقات الدولية أمريكية وإيرانية إذن لا بد أن يكون خاضعا إذن في الحكومة القادمة إلى هذه الإرادات في تمضية مشاريعها فسيكون مهما حتى لو فرضنا أن هناك شخصا ما في داخله يريد يدعي أنه يريد التغيير بما أن هناك قانون حاكم له هي العملية التي قامت على هذه الأسس التدخل الخارجي الفساد الذي نخر في هذه العملية فبالتالي لن يستطيع أحد حتى لو افترضنا وجود إرادة وإن كنا نؤكد أكثر من مرة أنه لا يوجد إرادة أساسا لكن على فرضية وجود إرادة للتغيير للإصلاح لإنقاذ الشعب العراقي لتحسين وضعه لن يستطيع أحد أن ينقذه ما دامت الجذور ما دامت القواعد العملية هي ذاتها فلن يكون حل إلا بتغيير الأسس دكتور حكومة الوحدة الوطنية أو الحكومة الوطنية التي يتردد في الإعلام يرددها الشركاء العملية السياسية يعني من وجهة نظر الشركاء ما المقصود بها؟ ما الذي يقصدون بحكومة؟ حكومة وطنية من وجهة نظر الطبقة السياسية الموجودة بغض النظر عن المعارضين وعن الرأي العام يعني إذا ذهبنا إلى الأساس فيجب علينا أن نقول أن مفردتين الديمقراطية والطائفية لا يأتيان على السطح واحد الديمقراطية والطائفية لذلك فمن البداية لا توجد ديمقراطية في العراق صراحي نحن ننبذ الطائفية بالحكومة الجديدة نعم لذلك ونفس الشيء يطبق على الوطنية والطائفية كلمتين مفردتين تنفيان بعضهما لا يمكن واحدة تنفي الأخرى لا يمكن أن تأتي بالطائفية والوطنية المفردة الكلمة أن تأتي بها سوية لا يمكن لذلك لا يمكن تشكيل حكومة وطنية مع وجود أعزاب طائفية الشركاء العملية السياسية ليلة نهار يشتمون بالطائفية ويؤكدون أن الطائفية دمرت البلد دمرت المجتمع وهم يحاولون العمل على إبعاد الطائفية ونبذ الطائفية طيب إذا كان حزب الدعوة الطائفي الذي يحكم العراق من عام 2003 لحد الآن هو حزب طائفي حزب الدعوة حزب طائفي والمجلس الأعلى وغيره وكله أحزاب طائفية وتكوينات طائفية وميليشيات تدعمها طائفية وفكر طائفي وما حصل في العراق خلال مصطع السنة من تأجير وتغيير ديمغرافي مبنيا على سياسة طائفية يعني هي أحزاب وهم يعترفون أن نحن حزب طائفي وتكوينات طائفي وفكرة طائفي كيف يمكن أن يعني تشكيل حكومة وطنية من أحزاب طائفية هذه الفكرة يعني يشتمون الطائفية نعم لكنهم يمارسونها أنت لا تتحدث عن يعني القضية أنت لا تتعامل مع حديث تعامل مع واقع مع فعل والفعل فعل طائفي فلذلك قضية الوطنية والطائفية لا يمكن أن ينسجمان أو يأتيان على سطح واحد فلذلك لا وجود لحكومة وطنية أو حكومة وحدة وطنية مثل ما تقول عنها التعاريف السياسية في الأكاديميات السياسية تعريف الوحدة الوطنية حكومة الوحدة الوطنية وحكومة وطنية وإضافة إلى ذلك يعني بالشكل البسيط بالكلام الطبيعي اللي يفهمه رجل الشارع الإنسان البسيط كيف يمكن أن تشكل حكومة وطنية من ناس غير وطنيين بمعنى أنه حكومة وطنية عراقية يجب أن يشكلها عراقيين على الأقل على الأقل إذا كانت حكومة وطنية بالمفهوم البسيط يعني دعنا من المفاهيم السياسية الكبيرة لكن بالمفاهيم البسيطة مفهوم الشارع أن حكومة وطنية يجب أن تشكل من عراقيين حكومة وطنية عراقية إذا كان ثلاثة أربع من يشكلون هذه الحكومة يمتلكون جنسيات أخرى غير عراقية فكيف يمكن أن تشكل هذه المجموعة التي يسمونها مجموعة وطنية والغريب بالموضوع أن أمريكا تطالب العراقين تطالب هذه الأحزاء بتشكيل حكومة وطنية نعم مفهوم الحكومة الوطنية مثل المفاهيم الأخرى اللي موجودة في العراق مثل مفهوم الإرهاب الحرية الديمقراطية الاستقرار كل المفاهيم التي جاءوا بها العراق الجديد كلها مفاهيم مظللة المحتوى عكس اللي العدالة مفاهيم مظللة وغير حقيقية ولا تعكس المعنى الحقيقي للمفردة معنى مظلل فبالتالي حكومة وحدة وطنية حكومة وطنية كذبة كبيرة وغير موجودة في العراق ولا يمكن وهذه تحتاج إلى برنامج وطني إرادة وطنية سياسية لديها أهداف تنموية بشرية واقتصادية واجتماعية هذه غير موجودة في العراق أستاذ مازن التميمي في الدقائق الأخيرة بعد تجربة 15 سنة مما جرى في العراق هل تعتقد أن الطبقة السياسية ربما في وارد الابتعاب من هذه التجربة المريرة التي جرت الحقيقة الكثير من السلبيات أو الكوارث على البلد فسادا وطائفية وجوعا وفقرا وتهميشا فعلا بالذهاب إلى حكومة وطنية عابرة للطائفية لأن هذه الـ 15 سنة حصادها كان مرا بمعنى الكلمة نعم إذن فقدنا الاتصال بالأستاذ مازن التميمي على كل أشكر الأستاذ مازن التميمي على مشاركته معنا دكتور يمكن لهذه التجربة أو الطبقة السياسية أن تكون قد اتعاضت من 15 سنة حصاد مر هل يتوقع هل هناك مؤشرات بيدهم القوى الإقليمية والدولية لا تسمح لهم يريدون لكن لا يسمح لهم الذين كانوا جزءا من الخراب لا يكون أن يكونوا جزءا من البناء هذه نظرية واضحة من بنى هذا الصرح من الخراب والفساد والتآمر على العراقيين وسرقة العراقيين ونهبهم وتدمير العراق وسلبسياته واستقلاله وهويته لا يمكن أن يكونوا أداة أو رقما لأجل معالجة جروح العراق هم من جرحوا العراق مسار الأحداث دكتور يشي أن هذا الحصاد قد يرتد عاصفة على المشروع وأهله هم أساسا قيادات هذا المشروع مشروع الخراب هذا كلهم ارتباطاتهم بالخارج وهكذا يفكرون إذا ما جاءت الموجة الكبيرة سيركبون الطائرات ويهربون إلى البلدان التي جاءوا منها وأقربها إيران هكذا يفكرون لو كانوا يفكرون بوعي وطني ورؤية وطنية لكانوا قد استقروا في العراق لكانوا قد بنوا تجربة تجربة في البناء في البناء الاجتماعي الإنساني الأخلاقي الديني المؤسسات في كل شيء لم يبنوا شيء جاءوا فقط للنهب والخراب لماذا لم يستطيعوا؟ تحديات كانت موجودة في العراق أكبر من هذا المشروع لم يحظوا بالدعم أرادوا لكن القوى الدولية التي تصنط هذا المشروع لم تسمح لهم لأن الدور المرسوم للذي جرى في العراق غير دور البناء أولا الدور المرسوم هو لا يتيح أي عملية بناء حقيقي وبناء وطني ثانيا لا توجد إرادة أنا أكرر لا توجد إرادة لدى هؤلاء اللاعبين السياسيين في هذه العملية السياسية التي جاء بها الاحتلال وإنما هم لائما حرصهم على مصالحهم الخاصة ثم حرصهم أو مراعاتهم لمصالح الدول التي جاءت بهم إلى هذه المناصب وفرضت هذه العملية السياسية الذي ثبت أن هناك اعتراف منهم بالعلة لكن لا يوجد هناك أي محاولة للعلاج ولن يكون علاج إلا بعلاج جذري وليس ترقيعي شكرا جزيلا في ختام هذه الحلقة التي بحثت في ذهاب الحكومة إلى آلية العدي والفرز اليدوي والمأزق مأزق الطبق السياسي في العراق لم يتبقى لنا لا نشكر ضيوفنا أنا في الستوري طبعا كان معنا دكتور عبد الحميد دلعاني مسؤول قسم الثقافة والأنفية علماء المسلمين وكان معنا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مازن التميمي نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي ليرفدنا بخلاصة ما جرى من نقاش في هذه الحلقة بقوة معنا إذا دكتور التزوير كان جسيما المقاطعة الشعبية كبيرة هناك آثار ربما ستتركها هذه المقاطعة وهذا التزوير على المشروع السياسي برمته لن يعالج لن يرمم بهذه الإجراءات الترقيعية الجزئية ما هي الآثار الحاضرة والمستقبلية لهذين العاملين التزوير والمقاطعة حاضرة ومستقبلا الحقيقة الآن ربما العراق والشعب العراق على مفترق طرق الآن وضحت الصورة بشكل لا يقبل الجدل العراق يعيش في أزمة أو مأزق كبير هناك تناقضات كبيرة يعيش على وقع تناقضات كبيرة من يخرج العراق من هذه الأزمات لابد من وجود حكومة وطنية والحكومة الوطنية لا يمكن أن تقوم في ظل واقع سياسي وإطار سياسي بالعملية السياسية مبنية على المحاصصات والتزوير والفساد والخراب والنهيب واستمرار تدوير هذا النظام من عام 2003 إلى حد الآن بالتالي القضية التي ناقشناها اليوم هي في هذا المحور في هذا الإطار الشعب العراقي الآن أماما الخيار هل يبقي هذه العملية السياسية؟ يبقي وبالتالي تبقى هذه القوى لتدور نفس وتطرح نفس في العراق الآن خندقان الطبقة السياسية في خندق والشعب في خندق هو من البداية الشعب في خندق آخر كانوا يضللونه وكانوا يرهبونه وكانوا يستخدمون القوى لكن يبدو الفرز الآن أكثر ورحاً الآن الفرز واضح الآن خنادق فرزت والآن هذا الخندق الشعبي الخندق الرافض لديه مهمة قادمة إما أن يبقي على العملية السياسية فيبقون هؤلاء يدورون نفسهم ويقدمون حكومة أخرى لتقود العراق إلى الخراب أربع سنوات أخرى أو ينهون كل هذا ويشكلون ما يسمى بالحكومة الوطنية التي قادرة أن تخرج العراق من كل هذه الأزر ويبدو هذه الإجراءات الترقيعية أو الترميمية ما عاد لها آذان صارية عند الناس تنفع والشعب في فيواد آخر أشكراك دكتور نلتقي في الاسبوع القادم شكراً جزيلاً ترجمة نانسي قنقر